نتواجد الآن في منتزه الملك فهد وبالتحديد بجوار العربة المتنقلة التي تعود إلى أحد ذوي الإعاقة أحمد آل سعد الله أحمد بدأ من بائع للمواد الغذائية على الأرصفة في بسطة بسيطة وتحول الآن إلى بائع يملك عربة متنقلة وذلك بدعم من أمانة منطقة نجران وبدعم من بعض رجال الأعمال وبعض الإعلاميين وبعض المشاهير في منطقة نجران الذين التفوا حول أحمد ليدعموه ليصل إلى ما وصل إليه الآن وأحمد لا زال يطمح إلى الوصول لمكان أكبر وأفضل مما هو عليه لنتحدث أكثر عن أحمد وعن قصة أحمد معي الأستاذ صالح مساعد أحد الداعمين وأحد أقارب أحمد آل سعد الله الذين وقفوا مع أحمد منذ البداية حتى اليوم أولاً سيد صالح الرحب فيك عبر شاشة قناة الإخبارية ثانياً بودنا أن تحدثنا عن بدايات أحمد كيف كانت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا أرحب بكم قناة الإخبارية أحمد بدايته كانت من بسطة في غابة السكام اللي هو منتزل ملك فهد من أجران والحمد لله معه زي ما تطورت وصارت أفضل الحين الآن يملك فوتراك متكاملة ونطمح إن شاء الله لأكبر إن شاء الله هذا التحول هل أثر في نفسية أحمد إيجابياً؟ طبعاً أي واحد في مكان أحمد أنه يتأثر عليها الإيجابية وإن شاء الله أنه يمتلك أكبر وأكبر ودعم إن شاء الله من أبناء المنطقة أو أبناء المملكة إن شاء الله لأحمد أنه يملك أكبر من هذا الفوتراك تكون إن شاء الله بقالة صغيرة أو سبب ماركة إن شاء الله في المستقبل أعطيك العافظ شكراً أستاذ صالح شكراً أبراهيم اسمح لي أن ألتقي بأحمد آسعد الله أحمد الناس اللي يقفوا معك ودعموك من البداية واش تقول له؟ أغلا أشكر الصالح مساعد اللي وقف معي وشجعني أشكر الصالح مساعد اللي وقف معي وشجعني أشكر باقي الإخوان اللي وقفوا معي وساعدوني أعطيك العافظ شكراً إذن إبراهيم هذا كان حديث أحمد آسعد الله أحد ذوي الإعاقة وأيضاً أحد أقارب أحمد الذي تحول من بائع في بسطة بسيطة على الأرصفة في منتزه الملك فهد إلى أن امتلك عربة متنقلة يعني لو تطلعنا على هذه العربة وأبرز محتوياتها لعلنا يعني يستاهل أحمد أن نسوق له من خلال هذه النشرة صحيح أبرز منتجاته نعم نعم لعل زميلة المصورة الآن يأخذ جزء من هذه البسطة أو عفواً هذه العربة التي ترونها أمامكم تحول أحمد من البسطة البسيطة إلى امتلاك هذه العربة التي دعم بها من قبل أمانة منطقة تنجران والتصريح له من قبل أمانة منطقة تنجران للوقوف في هذا الموقع في منتزه الملك ولعل عبد الرحيم يعني أتحدث معك أنه ليس كل ذوي إعاقة هو ذوي همة أيضاً فبعضهم ليس لديه همة ولكن يبدو أن أحمد ما شاء الله هو من ذوي الإعاقة ذوي الهمم الذي كان لها طموح كبير أن يبني نفسه بنفسه صحيح أحمد كان إيجابياً في مسيرتها الخاصة وبنى نفسه بنفسه ودعم نفسه داخلياً قبل أن يدعم خارجياً